السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. كانتمنى تكون احوالكم كلها على خير. اليوم مع موضوع جديد كي يصب دائما في الاقتصاد سير المصروف والتوفير منه. وغاد ينهضروا ان شاء الله اعلى البلية ديال شري 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 او لا الشوبينج كما كيقولوا ليها. فالاغلبية ديال النساء غاد تكون فيهم هاد القضية هدي ديال كنشيروا بزاف ديال اشياء احنا ماشي في حاجة ليها وخصوصا بعض الامر بحل ممعن اغلبية ديال العيالات هي لمشت للسوق ضروري ما كتجيب معها شي حاجة ديال الممعن او لا حتى ديال الحوايج يشكين بزاف ديال العيالات المبليين كذلك بالملابس خصوصا البال يعني ضروري خصوصي يتشوي من المصروف باش تشري حوايج البال مع انها ماشي في حاجة ليهم. اليوم ان شاء الله غاد نعطيكم مجموعة من النصائح اللي جاية من عمق التجريبة كوني حتى انا كنت فيها هادوك البليات يعني بزاف ديال الفلوس كيمشوف اشياء بحلاكة اللي من بعد كتلقى وراثكم ما كتحتاجوهاش مما كتستعملوهاش غير ضيعتوا فلوسكم فيها في حين كون غير خليتوا هادوك الفلوس ونبدأو على بركة الله في النصيحة رقم ورحمة افضل طريقة باش نتخلصوا من هاد الادمان ديال التسوق اولى البلية ديال الشراء هو اننا ما نربطوش نفسية ديالنا اولى الحالة المزاجية ديالنا بالشراء يعني ماشي نكونوا مثلا شدنا القنطاء اولى كنحسوا ببراسنا مشيهم هادوك وننضو ونمشيوا للسوق ونمشيوا القيصارية ونحاولوا نفوجوا على راسنا في هادوك الاماكين فهذا الطريقة غير تخلينا نمشي ونشروا اشياء اللي احنا ما نحتاجين لها فقط باش نرضيوا النفس ديالنا من بعد راها كي تنادم معنا الحال وكنحسب واحد احساس لي وخايب فإلا كنتي كتحسي براسك مثلا نفسية ديالك متضهورة وكتحسي براسك المورال ديالك هابط ما عليك إلا تمشيش بلاسة اللي ما فيهاش لا محلة تجارية ولا اسواق ولا احتشي حاجة تمشي لشي جردة او لحديقة او لمكان لخاوي يعني اسبص خاوي اخضر مثلا يعني افضل بلاسة هي الحدائق والاماكن العمومية اللي كتكون فيها الخضورة والربيع كتغلصوا وكتشموا هواء اللي انقي احسن من انكم تمشيوا الاسواق المزدحمة وفي نفس الوقت كي تشوفوا اشياء اللي كتجدبكم وكتبقوا وكتشريوا وبلاعقل كما كنقولوا فهدي النصيحة اللي عندي لكم هي انكم منين تكونوا في نفسي اللي هي ماشي مزيانة ما تمشيوش الاسواق سيروا الاماكن الواسعة والاماكن اللي فيها الربيع والخضورة نصيحة رقم اثنان اللي غادي نعطيكم وهي منين تكوني غاديا باش تقطاي ادي معك فقط الفلوس اللي غادي اقدوك بشري الاشياء اللي كتكوني اصلا مقيدها في لائحة دي التسوق ديالك يعني ما تديش معك واحد الفائد في المبلغ او في الفلوس يعني كتخضي فقط الفلوس اللي غادي ياخدو لك هذوك الاشياء وما يشطليك والو بالنسبة الناس اللي كتتوجد صعوبة في التحكم يعني ما كتقدرش تضبط نفسها مني كتمشي السوق اول حاجة كتبدي بهم هما الاشياء الضرورية مثلا مشيتي تقطاي الخضراء كتمشي ديرك للخضراء كتتقطاي الخضراء ديالك هكذا كتضبطي الميزانية ديالك وما كتتخليش لك واحد الهامش في التلاعب فيها وكيكون ضاميرك مرتاح مني كترجعي كتلقي انك خديتي فقط الاشياء اللي انتي محتاجها وما ضيعتش فلوسك نصيحة رقم ثلاثة اللي غدي نعطيكم وهي الى وصلتي احتلفت نظر ديالك مثلا شي شيء كان مماعان ولا كان حوايج ولا كان ماكياج ولا اي حاجة ما تشريش في هذيك اللحظة حاولي تضبطي نفسك وخليه حتى المرة اخرى يعني رجعي للبطار ما تشريش رجعي للبطار بقي هذيك الليلة والغدلة را غدي تلقي راسك بان هذيك الرغبة اللي كانت عندك في السابق يعني رغبة شديدة بانك تقتاني هذك شيء راها تكون نقصات وخفات بزاف وما غديش تحسي براسك انك ضروري انخذتك تشري هذك الشيء يعني تقدري تبقاي يوم ماين ثلث يام وتعاودي ترجعي للسوق فغادي تشوفي هذك الشيء وما غديش الفتل انتباه ديالك وغادي تحسي براسك ما ما محتاجش انك تشريه الفكرة هي انك في هذيك اللحظة ترددي وما تشريش هذك الشيء غادي ترجعي وغادي تعاودي تفكرين بينك وبين نفسك وغادي تلقي راسك انك ما كنتش في حاجة ليه نهائيا وهكذا غادي تقلي من هذي الإدمان ديال الشيء رصيحة رقم 4 وهي حولي تديري سندقة او تديري حصالة اللي تبدي تجمعي فيها ولو دوريهي مات قليلة يعني غير تبدي تحطي فيها الصرف اللي عندك شايات ولا اي حاجة ما تخليش عندك الصرف كيدور في البزطان ديالك اي حاجة ارميها في هذه السندقة مع الوقت ومع الايام هذه السندقة غادي تبدي تعمر وغادي عجبك انك تبقي تزيدي فيها وما غاديش تسخاي انك تفتحيها وتجبدي منها خصوصا لك الكبر المبلغ اللي كامين فيها يعني غادي جيك صعيب انك تتخذ هذك المبلغ وتمشي تشري بي شي حاجة اللي انتي ما محتاجهاش وفاقط غير باش ترضي الرغبة ديالك في الشراء يعني هذك المبلغ مني غايت جمع كما كنقولو غادي عزاز عليك وما غا تسخيش تحطي في اي حاجة فهذي كذلك طريقة اللي رائعة ومفيدة لتخلص من هاد البلية او لهذا الادمان ديال الشراء هو انكم تبدو تجمعوا هذك الفلوس اللي تيكونوا غير مبعطرين ومحطوطين هنا وهنا حاولت جمعهم راوما تيورلي وكنز مع الوقت واخر نصيحة اللي غادي نعطيكم انطلاقا من تجربة ديالي وهو قدمق لنا اننا نمشيوا الاسواق ونمشيوا الاماكن اللي فيها محلات ومتاجر كنقلو من الاستهلاك او من الشراء عفوا كنقلو منو يعني اذا ما كان عندك تش حاجة اللي غادي تخرجك مك يلاش تخرجي يعني تقدر تستغلي هذك الوقت في المنزل وحاولي انكي ما تخرجيش وحتى لو خرجي ما تمشيش للسوق سيري الكم ما اكتليكم الاماكن اللي هي ما فيهاش محلات تجارية اما خضراء اللي ما غادي تخسري فيها احتى شي حاجة هكا مع الوقت ما غادي شي بقي عجبك تمشي للسوق هكا مع الوقت ما غاديش كتشيري بزاف وليتي كتحت اخضي على فليش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة